اشتركوا في القناة وبحكم خبرتي الواسعة التي امتدت عقود طويلة حيث انني اليوم على مشارف بداية العام 87 يعني انا سوف انتهي من سن ستة يعني سوف ابلغ سن ستة وتمانين سنة بعد ايام قليلة في اول مارس وبحكم دراساتي وزياراتي لكثير من الدول والجامعات وبصفة كوني او لكوني من الذين اقتصلوا بالعمل السياسي سواء في بصر او في الخارج سوف احدد كلامي في حدود تخصصي دون ان اتعرض لما هو خارج تخصصي في العلوم السياسية وفي قانون الدجتوري وفي القانون اليدان ذلك اننا نعيش في مصر في مرحلة في غاية الدقة مرحلة فارقة بمعنى الكلمة مرحلة خطيرة جدا امامنا مشكلات متعددة في نواحي في جميع نواحينا تكاد تكون مرافق الدولة جميعا في حالة الهيار فمرفق التعليم منهار تماما مرفق المواصلات مرفق الصحة لا ارى اي مرفق هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لمرفق الامن ومشاكل كثيرة بالنسبة لمرفق القضاء ولذلك منذ سنوات طويلة كتبت مناشدا الرئيس الاسبق محمد حسد مبارك ان تتبين له الحقيقة وان يعرف انه سوف يترك تركة مثقلة بالديون وبالمشاكل لمن يرأس الدولة بعدها ولذلك قلت في خطاب موجه اليه مباشرة على صفحات اكثر من صحيفة ومنها صحيفة المصري وصحيفة الوزن وغيرها من الصحف في سنة 2005 او 2007 سنوات مختلفة وفي قنوات التلفزيون مختلفة قلت له انني اشفق على اي رئيس جمهورية لانه سوف واجه تركة مثقلة بالمشاكل والديون ويصعب عليه حلها من يومين بس او ثلاثة طلع علينا الاستاذ محمد حسين هيكل وبين ان الطريق الى المستقبل لا زال بعيدا بعيدا تماما وحتى نصل الى طريق المستقبل حتى نضع ارجلنا على بداية طريق المستقبل يجب ان نكون قد تمكننا من حل ثلاثة مشاكل مشكلة المياه المياه النيل مشكلة الطاقة مشكلة الغباد هذه المشاكل الثلاثة هيكل قال دي ضرورية من الضرورة حلها قبل ان نبدأ في السير على طريق المستقبل يا بسألة يعني صعبة جدا يكد تكون مستحيل وفي نفس الوقت اضيف الى ما قاله الاستاذ هيكل ان مرفق التعليم مرفق القضاء مرفق الامن جميع المرافق الصادية في حالة في حالة سيئة جدا 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 و اكثر من هذا وذاك وفوق هذا وذاك نجد ان في مصر حاليا انقسام رهيب بين فصائل الشعب لم يعد الشعب المصري شعبا واحدا تجمعه اهداف واحدة اهداف التخلص من الاستعمار الانجليزي اهداف التنمية لمصر في وقت كانت مصر في قمة التنمية الى درجة انني في سنة الف تسعمية واحد وخمسين تقريبا في شهر مارس او ابريل الف تسعمية واحد وخمسين التقيت بمجموعة من رجال الصناعة في فرنسا وكان ذلك في مدينة باريس على اثر عودة هؤلاء الرجال من مصر وكانوا جميعا منبهرين بالتقدم الصناعة في بس وخصوصا صناعة النسيق التي زاروا مصانعها في المحلة الكبرى وفي غيرها من المقار كفر الزياد واسكندرية وغيرها كانوا منبهرين جدا وقالوا لي بالحرف الواحد في مارس أو أبير 1951 لجيبك سيطان بي عن بلان ديفلوبمان يعني مصر دولة أو بلد في قمة التنمية أو التقدم أو التطور هذا يدل على أن مصر كانت في ظروف اقتصادية واجتماعية وعلمية وثقافية وحضارية أحسن بكثير مما نحن فيه الآن بل إنني أقول حينما سافرت إلى فرنسا مبعوثا لعائلة دراسة الدكتوراه في جامعة باريس وصلت إلى باريس يوم خمسة نوفمبر سنة 1949 ثم التحقت إلى جانب التحقي بكلية الحقوق بجامعة باريس قسم الدراسات العليا التحقت إحدى المدارس التي تعلم اللغة الفرنسية لجميع الأجانب المقيمين في فرنسا وفوق بأن الكتاب الذي يوزع علينا في تلك المدرسة يتضمن أكثر من عشر في المية من صفحة عن مصر كلام عظيم جدا عن مصر وعظمة مصر وحضارة مصر وبالأسماء وفندق كتاركت وفندق شيبرد وونسور وونتر فالس وجميع الفنادق إلى درجة إنهم كانوا بيقولوا عن إن جميع أغنياء العالم بيتمنوا إنهم يزوروا مصر ولو لمدة أسبوع ليتمتعوا بجو مصر وبحضارة مصر وبجمال مصر فضلا فضلا عن أن كل من التقيت بهم سواء من الفرنسيين أو من غيرهم من الأجانب كانوا في غاية السعادة حينما يعرفون أنني من مصر بلد الحضارة اليوم الوضع مختلف تماما أحيانا في التمانينات كنت أتردد على بعض المقاهي في شارع الشمزليزي في باريس وحينما أجد أن أحد الأخوة العرب أو الأخوة المصريين يخرق جريدة بلغة العربية ينصرف من حوله الجالسين في المكان فمصر أصبحت أو العرب الصورة بتعتنا واختلفت تماما وهذا الاختلاف نتيجة لأننا اختلفنا تماما كنا شعبا واحدا بمعنى الكلمة لم يكن يفرق بيننا انتماء إلى ديانة معينة أو انتماء إلى حزب معين أو انتماء إلى طبقة اجتماعية معينة الآن أصبحنا فرقا وشيعا ولم يعد من السهل أبدا أن أتفهم مع أي فصيل لأن كل الفصائل لها مصالح خاصة ولم تعد تهتم إطلاقا بالمصلحة العامة كذلك كان الحكام في خلال العقود الستة الماضية كل حاكم سواء كان وزيرا أو مديرا لجهة إدارية أو لجهاز إداري لم يكن يهمه إلا البقاء في منصبه أو التصعيد إلى ما هو أعلى من هذا المنصب إنما لم يكن يفكر أبدا في مصلحة الجهة التي يدير مصالحها أو مرافقها وإنما يهتم بإرضاء الحاكم الأوحد الفرد المطلق وبالتالي لم يكن يعنيه إطلاقا مصلحة مصر وإنما رضاء الحاكم الذي سوف يبقي في مكانه أو يصعده إلى ما هو أعلى الآن نفق يعني مصالحنا كلها متعرضة ثم جاءت ثورة 25 يناير سنة 2011 التي انظهر بها العالم شباب جميل شباب متعلم يختلف تماما عن الشباب الموجود في المدارس وفي الجامعات شباب ذهب إلى الخارج وتعلم ولازالت ارتباطاته بمصر من القوة بحيث أنه عاد ليطالب بإنهاء الفساد الذي عشعش في جميع مرافق الدولة وطالبوا بالقضاء على الفساد وبتحقيق الإصلاح الذي يوفر الحياة الكريمة لكل أفراد الشعب المصري انبهر العالم كله بهذه الثورة ثم فجأة بعد تنحي حسن مبارك وتفويضه السلطة إلى المجلس الأعلى لقوات المسلحة انتهت الثورة وانصرف الثوار وكانهم حققوا بطالبهم أو تناسوا أن بطالبهم لا زالت بعيدة عن التحقق وقام المجلس الأعلى لقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد إدارة فاشلة فاشلة المطلقة الإضرابات والاعتصامات وقطع خطوط السكك الحديدية وجميع الفصائل لها مطالب ولم يكن في قدرة المجلس الأعلى لقوات المسلحة حلها بمشاكل لأنها مشاكل تحتاج إلى أموال ضخمة غير متوفرة لمصر وغير متوفرة لأي نظام يقوم في مصر بعد الخراب الذي تم في جميع مرافع الدولة في عهد أسوى مبارك الحقيقة أن الأمور صارت من سيء إلى أسوأ في العقود المختلفة المختلفة العقود السابقة جميعا وفي العقد الأخير بالذات السنوات العشر الأخيرة لحسن مبارك وفي السنوات الثلاث اللاحقة لتنحي حسن مبارك الأمور تسير من سيء إلى أسوأ لا يوجد ما يمكن معه جمع هذه الفصائل المتنحرة لأن نظام حسن مبارك تمكن من الفصل بين القيادات والقاعدة والقاعدة منح القيادات في جميع مرافق الدولة امتيازات ضخمة ومرتبات فلكية بينما أفراد القاعدة في جميع المرافق لا يحظون بأي معاملة كريمة ولا يحصلون على مرتبات تكفي يعني مجرد لؤمة الاشي الفارق ضخمة تضخمة مما أدى إلى وجود فصائل في قطاع مختلف تتمتع بامتيازات رهيبة في قطاع الإعلام قيادات الإعلام قيادات الجيش قيادات البوليس قيادات القضاء الرجال الأعمال العناصر التي استفادت من الفساد القائم ونهبت الأموال وحققت ثروات بالملايين أو بالمليارات كل هذا من لا شيء هذا أدى كله إلى أن أهداف الثورة ومطالب ثوار يناير تعارضت تعارضاً كلياً مع مصالح تلك الفئات تلك القيادات لم يكن من السهل على المدلس الأعلى القيادة للقوات المسلحة ولم يكن من السهل على الدكتور مرسي ولم وليس من السهل على القيادة الحالية إرداء إرداء هذه الفئات التي تريد الاحتفاظ بامتيازاتها الفلكية الجهنمية التي في مستوى الخيال ما كانش الواحدة تصور أبداً أن رئيس جريدة يبقى مرتبه ومكافآته أربع مليون في السهل ما كانش متصور أبداً أن قيادات كثيرة في مصر تتقى يعني إرادتها ومكافآتها ومرتبتها تصل إلى عدة ملايين في السهل هذا الأمر لم يكن له وقود في أي بلد في العالم وفي نفس الوقت يؤهد أربعين في المية من أفراد السعر تحت مستوى الفقر يعني في أدنى الدرجات ويعيشون في العشوائيات وفي السوارع الأمر كان يتطلب قدرات غير عادية وقوة جريئة وفدائية تواجه هؤلاء الذين استفادوا من النظام الفاسد لحسن الله تصور القائمون على الأمر في الشهور الأخيرة أن ذلك يكون بجمع جميع فئات الشعب في ما يسمى لجنة الخمسين وكان هذا أسوأ اختيار يمكن تصوره أعضاء لجنة الخمسين الغالبية استحقة منهم ليس لهم أي مؤهلات تؤهلهم لوضع الستور بل إنني أستطيع أن أقرر أن الغالبية استحقة من أعضاء لجنة الخمسين لا يعرفون معنى كثير من مواد الدستور وسوف أرطي مثالا واحدا يبين مدى معرفة هؤلاء بمواد الدستور التي وضعوهم مدى غن مدى 185 من الدستور التي تقرر نصر تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونه صح كلام جميل ويكون لكل منها موازنة مستقل صح كلام جميل يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها صح كلام جميل هنا بقى وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة للدولة لدولة رقما واحدا أتحد إذا كان فيه في مصر واحد في المية من المصريين يعرفوا يعني إيه؟ إدراك الميزانية رقما واحدا هذا مثال رقم واحد يعني عسر مليار عشرين مليار خمتين مليار دون تحديد بنود أو أبواب الإرادات ودون تحديد بنود أو أبواب البطرفات والشعب لا يعرف أي شيء ما هي الإرادات وما هي الموارد ولا ما هي المصرفات أو أجل الصرف المختلفة وبالتالي تمتنع تماما أي ترقابة على هذه الأموال وتكون هذه الأموال تحت أيدي قيادة هذه الجيات المختلفة دون حسيب أو رأس هذا نص في منتهى القطورة وأؤكد لكم أن الغالبية السحقة من السعب المصري بل ومن أعضاء لجنة الخمسين لم يعرفوا معنى هذا الأمر كلمة رقم واحد مش عارفين يعني هنا لم يكن عجيبا أن ألاحظ وجود نصوص كثيرة في الدسور تهدم الشعارات والمبادئ التي تقررت في مواد الدسور وفي المبادئ العامة للدسور حتى المادة نفسها تجد المقدمة تنقضها المؤخرة على الواجه المبين في قانون أو كما ينظم القانون يعني خلاص يعني المشرق الدسوري بيتخلى عن مهمته وبيفوض المشرق التشريع العادي للقوانين العادية لتنظيم هذه المسائل بدلا من أن يحددها الدسور الدستير ليست بعدد المواد لقد تباه الكثيرون ممن وضعوا الدسور أنهم وصلوا بعدد المواد إلى 200 كذا و40 وأنهم زودوا على دسور 2012 45 مادة هو الدسور بعدد المواد بل بالعكس من الدستير المحترمة جدا الدستير المختص بل الدستور الإنجليزي بلا نصوص مغرب مبادئ عامة استقرت في ضمير الشعب البريطاني وأصبح يحترموها احترام الكاملات وكذلك الدستور الأمريكي عدد محدود جدا من النصوص تعرضت لبعض التعديلات على مدى 200 سنة وشوية أو بعض الإضافات على الأصح فالدستور مبهوض أن يضع المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولسلطات الدولة المختلفة ويحدد بطريقة قاطعة حدود كل سلطة من السلطات وطريقة التوازن بين السلطات يعني على الرغم أن الدستور الجديد قد أشار إلى ضرورة التوازن بين السلطات في المدى خمسة من الدستور إلا أنه في المهد الأخرى يعني حطم هذا التوازن تماما بل وأخلى بالتوازن تماما حينما وضع نصوصا خاصة بالقوات المسلحة وبوزير الدفاع جعلت من القوات المسلحة الدولة خارج الدولة وكذلك إلى غير ذلك من الأمور وبالنسبة للنص المتعلق بالجهات والهيئات القضائية والنص على أن الميزانية في رقم واحد كله في مدى العطورة ومن الطبيعي بدل من واجه المشاكل الحقيقية التي نعيشها سواء في مرافقنا المختلفة التي تدهرت أو في ظروفنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية يعني اهتمنا بس بالصراع بين الطبقات العليا والقاعدة المحرومة من الحقوق وشكرا وأنا سروا البدو أستاني القانون العام الدستوري والإداري بكلية الحموق جامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة